وعلى ذكر الاتفاق وقبل ما نروح لليبيا زي ما بقولك طبعا إيجابي في تطورات إيجابية في موضوع دعوة المية اللي دعاها دكتور أيمن نور لكن طبعا إحنا إيجابي بحذر وهو يشعر بتفاقل حذر عمر واكد يرحب بدعوة أيمن نور للحوار الوطن حقيقة ده عمر واكد في هذا الموضوع إيجاباته عمل حوار قوي جدا في عربي 21 مرحلة جدا متقدمة دي تربيزة بتجمع الكل الإجابات دي تعني أنه إيه ما عندناش أزمة مع الكل أن الحل سيأتي من الكل ده اللي إحنا بنقول عليه الحل سيأتي من الكل رحب عمر واكد بالدعوة التي أطلقها المرشع الرئيس السابق وأيمن نور لدعت لبدء حوار وطني حقيقي وجاد لإنقاذ مصر مما هي فيه من أجل العمل على بلورة تصور شامل وواضح لكيفية إنهاء الأزمة الرهن وتشكيل بديل وطني مقبول داخلين وخارجين مئة شخصية تم التوجيه الدعوة ليهم منهم عمر واكد وأخرون وعلق واكد في مقابلته في جزء الثاني أراها دعوة طيبة جدا وينبغي التفاعل معها بشكل إيجابي وأنا أرحب بها كثيرا وكل أمل أن تنجح وتؤتي ثمارها خلال الفترة المقبلة دكتور أيمان نور لسه كلام لعمر واكد شخصية وطنية قديرة له باع ودور بارس العمل وطني منذ أيام الرئيس المخلوع الذي واجهه بقوة في انتخابات الرئاسة فهو يعارض الظلم والاستبداد منذ فترة طويلة ويحاول أن يفعل شيئا من أجل الوطن والشعب وأنا أقدر الكثير من مواقفه وإن كنت أختلف معه أحيانا وهذا أمر طبيعي وأحيانا وحتى كثيرا دي من أكتر الجمل اللي عجبتني لو إحنا منتفق مش محتاجين لو إحنا منتفقين إحنا مش محتاجين نقض طبيعي لو ما قالش الجملة دي يبقى الكلام ده مجاملة من عمر واكد وإن كنت أختلف معه أحيانا وهذا أمر طبيعي دعوته الأخيرة من أجل إنقاذ مصر مقدرة وأنا أشكره على الجودة التي يقوم بها فمن الواضح أن هذه الدعوة التسع للجميع الجمل دي استطرين دوا المهمين جدا من عمر وشملت شخصيات وقامات من أطياف مختلفة وهي دعوة خالية الإقصاء أي دعوة فيها إقصاء لنش أي قيمة ومن أي مصخالية من الإقصاء ومن أي مصالح شعبية أشخصية أو مكاسب حزبية ضيق لأنها تعلي من المصالح العليا للوطن أنا أشجع وأدعو جميع الشخصيات التي ذكرت أسمائها في الطرح التي قدمه دكتور أيمن إلى سرعة الاستجابة لهذه الدعوة فلابد أن يحدث أي حرك وطني بعد ما زالت للسفتاء على تعديل الدستور لوقف المصير الذي تتجه إليه البلاد لما بقول لك أو بسؤاله بس أكمل لك في هذا الحوار هل تشارك لن أتأخر عن تلبية أي دعوة أراها وطنية مخلصة وصادقة ولن أتردد في فعل أي شيء يصب في صالح الوطن بطبيعة الحال سأشارك في هذا الحوار الوطني المأمول كفنان ومواطن يريد أن أفعل أي شيء من إعلاء الوطن فلما ده اللي بقول لك عليه في رأينا المتواضح جدا جدا اللي ملزمش عد غيرنا ببرنامج مع معتز إن إحنا كنا شايفين إن المقطع إنه قد إيه في قد يكون هناك وجهة نظر قوية وتحترم في النزول لقي المقطع عمر واكد كان من الناس اللي دعوا للنزول ولا ينتقص من وطنيته قيدة أنمولة فعش الناس إحنا كنا ضد ده جذريا لكن ده أبدا ليس إنه خاين هو كان شايف وجهة نظره إن المقطعة كانت استخدمت كذا مرة ومحققتش أغراض وإنه النزول ممكن يحقق حاجة وهو وعمر واكد نفسه لم يتصلب في وجهة نظره لما طلع بعديها ولما الانتخابات لما بدأ يعمل التصويت كتامي وعدايا كده قال له خطوبه عدايا وطرد الصحفيين وطرد بتاعي قالك شفت أهو حتى الناس رد قلت له طب ما ذكر رأينا يا عمر قال أنا احترم الرأي هو دي رؤى إنه ما السابت إيه السابت إيه حكم مدني مش حكم عسكري إنه اللي بيحصل ده ظلم إنه فيه آلاف المعتقلين ظلم إنه فيه آلاف للناس اللي ماتوا غيلة وخيانة وغدر دي سوابت ترجمة نانسي قنقر